بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصائح لزيادة هرمون الزكورة يوجد العديد من العادات الصحية التي يجب اتباعها في سبيل النجاح لزيادة الهرمونات الزكارية ومن هذه النصائح كالآتي ينصح بتخفيف الوزن والتخلص من السمنة لتحفيز الجسم على إنتاج هرمون التستوستيرون ممارسة التمارين الرياضية للعمل على تنشيط الدورة الدموية بانتظام تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على البروتينات والزينك وفيتامين ألف والابتعاد عن الأغذية التي تحتوي على دهون طرق زيادة هرمون الزكورة بالأعشاب زيادة هرمون الزكورة بالأعشاب الطبية تجنبا للأصار السلبية التي تسببها بعض العقاقير والأدوية القرفة القرفة من الأعشاب المنشطة للدورة الدموية وتعمل على زيادة القوة الجنسية وذلك من خلال تناول شراب القرفة حبة البركة تعمل حبة البركة على زيادة القدرة والرغبة الجنسية وذلك بخلط مطحون حبة البركة مع اللبان الضكر وزيت الزيتون ويتم تناولها لعدة أيام الزنجبيل الأخضر من الأعشاب المشهورة في تنشيط الدورة الدموية ويساعد على الانتصاب لأنه يحتوي على زيود طيارة فعالة ويمكن تناوله من خلال مشروب الزنجبيل النعناع والزعتر وجوزة الطيب والزعفران والجنسينج هي أعشاب مفيدة لتنشيط هرمون الزكورة طبيعيا من خلال تناول مشروب هذه الأعشاب طرق زيادة هرمون الزكورة بالنباتات يجهل العديد من الأشخاص فوائد بعض أنواع الخضروات والفواكه والبقوليات في زيادة هرمون الزكورة حيث يتناولها دون أن يعلم أهميتها ومن أشهرها الآتي الخاص هو من أفضل الخضار الورقية التي تحتوي على فيتامين سي حيث يقوي خصوبة الرجل ويسهم في تكوين السائل المنوي المفيد للحيوانات المنوية كما يمنع العقم عند الرجال الحمص يحتوي الحمص على عناصر البوتاسيوم والحديد والفصفور والتي تنشط من عمل هرمون الزكورة ويمكن تناوله إما طازجا أو مسلوقا أو مطبوخا أو محمصا التوت يساهم التوت في رفع الشهوة الجنسية وذلك من خلال تأثيره الواضح على تنشيط الهرمون الزكري القرفس يساهم القرفس في زيادة إفراز هرمون الزكورة بكمية أكبر من الموجودة في الجسم الجرجير والبقدونس هي من النباتات المفيدة في رفع خصوبة الرجال وأيضا هناك بعض الأطعمة والنباتات الطبية والتي تعمل على تنشيط هرمون الزكورة مثل بزر الجرجير ورق التوت البصل بزر اللفت السمسم غزاء ملكات النحل طلع النخيل الجزر مع تمنيات لكم بدوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر